تحليل أبرز ما جاء في الأسواق العالمية نضم إلينا عبرزون من دبي الأستاذ أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في مجموعة إيكوتي أهلا بك أستاذ عزام مساء الخير بيهام شكرا باستضافة أهلا بحضرتك يعني بداية السوق يترقب بيانات التضخم الأمريكية قبل نهاية الأسبوع ما توقعاتك لها؟ يمكن بيهام كما توقع الأسواق يمكن حالة من التفاؤل يعني يكون هناك تباطئ بالنسبة لأرقام مؤشر أسعار المستهلكين مؤشر التضخم الرئيسي من 2.9% إلى 2.6% على ما أعتقد بشكل شخصي قد تأثي الأرقام قرابة السوق قعات 2.6% إلى 2.7% لكن ما يهم الأسواق بشكل أكبر على ما أعتقد هو المؤشر الأساسي مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستخني الغذاء والطاقة في الفترة الماضية لاحظنا بأنه راسخ تقريبا بالنسبة للحالة الاقتصادية بالنسبة لقراءة التضخم 3.3% إلى 3.2% تراوح بينها في الفترة الأخيرة قراءة المؤشر الأساسي فبالتالي أعتقد المستثمرين يحتاجون قراءة الفدرالي الأمريكي يحتاج قراءة ناعمة بالنسبة لقراءة المؤشر الأساسي قراءة توضح فيها التباطئ بشكل أكبر أن يكون هناك قراءات توضح فيها التباطئ قراءة التضخم الأساسي بشكل أكبر لكي يكون هناك فيها ارتياح بشكل أكبر لأسدرالي الأمريكي للمضي قدما بدورة قد تكون تسهيلية بالنسبة للسياسة النقدية على ما أعتقد القراءات التي بالمجمل الضغوط التضخمية قد تشير إلى بعض المخاوف هنا عندما ننظر إلى قراءة الأجور بالنسبة لقراءة يوم الجمعة الأجور قد تسجل بعض الارتفاعات لـ 3.8% فبالتالي هي قراءة مهمة جدا كباغض أساسي بالنسبة لأتضخم من ناحية أخرى النمو الاقتصادي كما نعرف النمو الاقتصادي عندما يسجل ارتفاعات فالتضخم أيضا تسجل بعض الارتفاعات قراءات النمو الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا تزال استثنائية عن 3% في القراءة الأخيرة للربع الأخير فبالتالي هي إشارات بعض الشيء بأن الإنصاف الاستثمار لا يزالان جيدان في الولايات المتحدة الأمريكية فبالتالي قد تكون هنا إشارات بأن موجة التضخم قد تكون قادمة بعد أن يأتي الفدرال الأمريكي بتياسة تسهيلية في الفترة القادمة فبالتالي يمكن ذكرها الفدرال الأمريكي جيران طاول في الفترة الماضية أنه لديهم مهمة مزدوجة يول ميندس أن يكون هناك استقرار في الأسعار وبالتالي التوظيف الكامل فعلى ما أعتقد بأن المخاوط لا تزال واردة بالنسبة لليئات التضخم في الفترات القادمة لكن قراءة الحالية قراءة يوم الأربعة أعتقد بأن قد تكون هناك قراءة تثبت فيها التباطؤ قراءة ناعمة بالنسبة لأطبخهم نعم أيضا الأسواق تترقب مصير الفائدة الأوروبية هذا الأسبوع فهل نتوقع تخفيضا جديدا؟ أعتقد ذلك ريها ممكن 25 مقصد أساس بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي قد تكون قادمة في اجتماعي يوم الخميس يمكن ما يعطي الكريستين لغارد أو رئيسة البنك المركزي الأوروبي بعض الارتياح بأن جيران فاول أو الفدرال الأمريكي قد أشار بأن إمكانية تخفيضة على الفائدات كما نعلم بأن السياسات النقدية تكون محاذاة بالنسبة للبنوك المركزية فبالتالي كما اعتدنا سابقا اعتدنا تاريخيا بأن الفدرال الأمريكي هو من يشرع دائما بتغيير السياسات النقدية ثم تتجه البنوك المركزية الأخرى حذو الفدرال الأمريكي لكن في الفترة الحالية البنوك المركزي كانت سباقة نظرا لأن التضخم في الولايات من تحت الأمريكي كان مرتفع فبالتالي يمكن واحدة من الإشارات الجيدة أن الفدرال الأمريكي سيتجه لتخفيض الأسعار الفائدة فالبنك المركزي الأوروبي قد يتجه لتخفيض 25 مقصد أساس هي التخفيض الثاني للبنك المركزي الأوروبي من ناحية من ناحية أخرى عندما ننظر إلى القراءات الاقتصادية التضخم 2.2% يعتبر جيد لكن النمو الاقتصادي قد يحتاج دافع يحتاج تخفيض أسعار الفائدة النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي يعتبر مسطحة قراءات اقتصادية في الفترة الأخي اقترابة 0% الإنفاق الاستهلاكي بالنسبة للمواطن الأوروبي تعتبر في أفضل حالات في الفترات الماضية لكن قد تكون ضاغط أساسي عندما ننظر إلى ثقة المستهلك فبالتالي ثقة المستهلك قد تكون ضاغط أساسي كناحية الإنفاق بالنسبة للمستثمر الأوروبي مما قد يدفع النمو الاقتصادي لتسجيل قراءات متتالية سلبية طبعا عندما ننظر هذا الاتحاد الأوروبي كبلوك ككتلة واحدة عندما ننظر إلى الدول الأوروبية متفرقة فهناك أيضا مشاكل من ناحية التصنيع من ناحية العجل المالي في كرنسا فبالتالي قد يحتاج البنك المركزي الأوروبي لتخفيض أسعار الفائدة فأميل إلى أن يكون هناك تخفيض بـ 25.3 في الاجتماع الأسبوع الحالي ثم إشارات واضحة من كريستين لغارد بأن التخفيضات لأسعار الفائدة قد تكون قادمة إذا ما دعت الحاجة إذا ما كانت هناك أرقام اقتصادية وهو ما أعلم أعتقد قد يكون وارد في هذا العام لتخفيض آخر في شهر ديسمبر على أقل تقدير بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي على ذكر الفائدة أستاذ أحمد إلى أين يتجه أسعار الذهب؟ هل تواصل ارتفاع مدعومة بخفض الفائدة عالميا؟ أم أن سعر المعدن الأصفر بات بالفعل يعني مسعارا على خفض الفائدة؟ يمكن ريهان لو بدأ أنظر إلى الموجات الذهب في الفترة الأخيرة بدأ أقسمها لموجة أياما موجة ما بعد أستوبر مع توترات الجيوسياسية كانت سجلت ارتفاعات من مستويات الألف وتمني إلى مستويات الألفين مع بداية العام مع التفاؤل الكبير بأن أسعار الفائدة قد سجلت الخفاضات حتى لخمس مرات ما كانت تعتقد الأسواق في بداية العام قد سعرت الأسواق جزئيا بأن تخفيض أسعار الفائدة وارد بالنسبة للذهب فبالتالي أعتقد بأن الذهب بالنسبة للمعطيات كسلوك بالنسبة لدولات الذهب مع الارتفاعات الحالية إلى قرابة 20% كعائد سنوي وهو الأعلى تاريخيا بالنسبة للذهب قد أعتقد بأنه قد تم تسعيره بشكل كامل لكن هنا ما نحتاج معرفته بأن الأسواق لا تزال هناك حجوة بينما تتوقعوا بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة وبالنسبة ما قد يتم بالنسبة للبنوك المركزية تحديداً الفدرال الأمريكي الأسواق تعتقد بأنه قد يكون هناك ثلاث تخفيضات أسعار الفائدة في هذا العام لو جاءت بالنسبة للفدرال الأمريكي بأن يكون هناك فقط تخفيضين لأسعار فائدة بـ 25 مقت أساس لتخفيضين وتتاليات أي 50 مقت أساس في العام الحالي أعتقد قد يكون هناك خيبة أمل تسجيل ارتفاعات للدولار الأمريكي جراء تفعير تخفيضات أسعار الفائدة الدولار الأمريكي قد سعر انخفاضاته بشكل كامل فبالتالي قد يكون هناك ارتفاعات للدولار الأمريكي في الفترة القادمة بالتالي إنعكاسه سلباً على أسعار الزهب لن أقول هناك أنه لن يكون هناك تفاول بكل تأكيد المعطيات المتواجدة هي معطيات جيدة بالنسبة لأزهاب لكن لا أجد أن يكون هناك مبرر أن نجد قمة أعلى من نصريات لـ 2620 بالنسبة لأزهاب في الفترة القادمة أميل إلى تسجيل تداولات سلبية جراء ارتفاعات الدولار الأمريكي مع تخفيضات أسعار فائدة أقل مما تعتقدوا الأسواق نعم أستاذ أحمد خفض بنك الاستثمار الأمريكي مورجينستان لتوقعاته لأسعار خام برينت المرة الثانية في غدون أسابيع قليلة تظل تصاعد التحديات المتعلقة بالطلب والاستمرار وفرة الإمدادات ما رؤيتك لأسعار الخام المستقبلية على المدى القصير والمتوسط؟ أعتقد على المدى القطير الرهام يمكن هناك مستويات فنية قد تكون مستويات جيدة بمستويات خام غاب تكسس 64 بالنسبة لبرينت مستويات 67 قد تكون هي مستويات دعم قوية للسعار لكن عندما نظر إلى المعطيات بشكل كامل المعطيات الاقتصادية يمكن تتفئي معاييرها بأن الطلب العالمي سيئ أو حتى هناك مخاوف بأن الطلب العالمي قد يكون أقل في الفترة القادمة مخاوف أن النمو الاقتصادي يعتبر ضعيف الأرقام الاقتصادية بالنسبة لأفصين تعتبر ضعيفة حتى اليوم قراءة مؤشر المنتجين الأفصيني فجل إنكماش للشهر 28 على التوالي القراءات التصنيعية سواء كانت من الصين والاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة حتى الولايات المتحدة الأمريكية تسجل تباطئ شريف وبعض الدول تسجل إنكماش بشكل متثالي في المؤشرات التصنيعية فبالتالي عندما ننظر إلى المؤشرات التصنيعية النمو الاقتصادي مخاوف من أن ندخل مرحلة ركوت في الفترة القادمة بالتالي هناك لا يزال مخاوف بأن الطلب العالمي قد يقل تدريجيا في الفترة القادمة حتى أنه إشارات شهر أكتلوبر أن يكون هناك تقليص التخفيض الطوعي ب180 ألف برميل يومياً بالنسبة لأعضاء أوتيك أعتقد بأنها هي البطاقة الرابحة بالنسبة لأوتيك فلس قد يستخدمها بأن يؤجل التخفيض أو تقليص التخفيض الطوعي في الفترة القادمة هي إشارة قد تدل على أن أوتيك ملتزمة بأن استقرار الأسعار هي الهدف الأساسي بالنسبة لتخفيض الطوعي فبالتالي قد يكون هناك دعم بالنسبة لتداولات النفط لكن إشارات الطلب العالمي قد تكون ضغط أساسي فبالتالي أود أن أذكر هنا بأن إمكانية ارتدالات سعرية من مستويات الأربعة وستين لخام غير تيكتر إلى مستويات السبعين وثبعين دولار قد تكون واردة على المدى القطير ثم قد نشهد عودة تسجيل انخطاضات مع تباطئ النمو الاقتصادي بشكل أقوى قد نستهدف مرة أخرى مستويات 68 بالنسبة لخام غير تيكتر لـ 65 لمستويات بريند على المدى المضواصل نعم نشكر الأستاذ أحمد عزام محلل أول أسواق المال في مجموعة إيكوتي على مشاركته معنا اليوم شكرا شكرا